إذن مشاهدين دشنت إيران منجمي يورانيوم سيزودان مجمعا جديدا لإنتاج الكعكة الصفراء في خطوة جديدة في برنامجها النووي المثير للجدل وحسب التلفزيون الإيراني فإن المجمع يتمتع بقدرة إنتاج سنوية تبلغ ستين طنا من الكعكة الصفراء التي تستخدم أو تستخدم لاحقا في إنتاج اليورانيوم المخصب إنهم يطالبون إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة للرد على هذه المطالب فإن لدى طهران مطلبين الأول تأمين حاجتها من الوقود النوبي والمطلب الثاني لاعتراف بحق إيران بالتخصيب اليورانيوم من نسبة ثلاثة إلى ثلاثة ونصف بالمئة داخل أراضيها الكعكة الصفراء التي أعلن طهران اليوم عن إنتاجها محليا كانت تسوردها من الخارج في العرض الآتي مشاهدين نشرح ما هي الكعكة الصفراء والخطوات التي تليها للوصول إلى اليورانيوم المخص الآن اليورانيوم المخص المستخرج من المناجم يكون عادة محملا بشوائب فالخطوة الأولى بعد استخراجه تكمن في معالجة الفلزات المستخرجة لتنقيته وإزالة الشوائب وفي هذه المرحلة يتم الحصول على تركيز مادي معين على شكل عجينة كعك وهذه العجينة يكون اللون الأصفر هو الطاغي عليها فتسمى الكعكة الصفراء وبالتعريف فإن كعكة اليورانيوم الصفراء تحوي يورانيوم أكثر نقاء وتركيزا وإن كان هذا لا يعني حصول التخصيب هذه العملية كلها تقوم بها إيران في مفاعل أصفهان بعد الحصول على الكعكة الصفراء يجري تحويل اليورانيوم من الحال الصلبة أي الكعكة إلى حال غازية وذلك بهدف التحكم بجزيئات الغاز في آلة الطرد المركزي من أجل الفرز والحصول على النظير 235 لليورانيوم القابل للتخصيب لاحقا عملية المزج هذه تحول الكعكة الصفراء إلى غاز سداسي فلور اليورانيوم الذي يضخ بعد ذلك في أجهزة أطرد المركزي كما نرى لإنتاج اليورانيوم المخصب وذلك بدرجات مختلفة تتحدد تبعا للاستخدام المطلوب وتتفاوت هذه الدرجة بين 5 و 99% التخصيب العالي الدرجة هو الذي يتيح استخدام اليورانيوم لصنع قنابل ذرية شرط الوصول إلى الكتلة الحرجة المعادلة لنحو 9.5 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب الآن نعود مشاهدين إلى ضيفنا في الستوديو مجددا الدكتور مصطفى العاني مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الخليج للأبحاث أهلا بك مجددا دكتور إذن هذه الكعكة الصفراء التي شرحنا عنها قبل قليل هل ما أعلنته إيران بشأنها يندرج تحت إطار الحرب الإعلامية ليس إلا تحقيقا ليس فقط الحرب الإعلامية بدون شك أنه تأثير على المفاوضات أنه إيران سائرة في طريق توسيع قاعدة تخصيب اليورانيوم بدون توسيع قاعدة إنتاج التعدين قاعدة التعدين واستخراج الكعكة الصفراء لا يمكن التقدم في عملية التخصيب فهناك نية واضحة وليس إعلامية فقط نية حقيقية لإيران لتوسيع قاعدة التخصيب وإنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وهذه خطة مهمة للمساهمة بهذا الاتجاه نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى العاني مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الخليج للأبحاث على هذه المشاركة شكرا